خلينا نحكي اليوم شوي عن كيف ناقش النواب خطاب الموازنة أو قانون الموازنة لأنه هذا قانون هل ناقشوه بطريقة لائقة؟ هل ناقشوه بطريقة تعبر عن أن الموازنة هي قانون أو ثقة بالسياسة الاقتصادية والتنموية والمالية للحكومة في 2020؟ ولا درنا نحكي بأربع لغات يعني؟ بيودو مع عمر كلاب أنا أول مرة بكتشف أن النواب قديش عباقرة في اللغة برلماني بيحكي إنجليزي واحد بيحكي عربي واحد بيحكي عبري واحد بيحكي ششاني هرجي مما يؤكد أنه هذا البرلمان لازم نصوره ونعطيه فرجي للناس لموسوعة جنس الدخله في موسعتها هذا الموازنة التي خلت من أي قراءة اقتصادية بعديها بجلسة يعني بعد ما تطلع هاي الحلقة بكون فيه النواب ناقشوا اتفاقية الغاز اتفاقية الغاز شعبيا مرفوضة ممتاز اليوم مش موقعها في الموقع اللي كان لازم يحكوا فيه سياسي حكوا اقتصاد في الموقع اللي كان لازم يحكوا فيه اقتصاد ما حكوا لا سياسة ولا اقتصاد تصفية سياسية جسدية مارسة كثير من النواب اما للحكومة او للوطن او لحسابات بره الطابق يعني بره البلد يعني اللي جايب الكتاب يعطي له رئيس الوزراء ما ألفه ابو رئيس الوزراء طب يعني شو المشكلة ابو رئيس الوزراء بعثي رئيس الوزراء مش بعثي ما حدش زعل نواب من الذوات المحترمين اللي طلعوا ولادهم مثلا مش على نهجهم قاد الجيش عسكريين كبار زي حابس باشا ابنه ما رحش على الجيش شو المشكلة هو لازم الولد يكون نسخة عن ابو هل هذا الفقه الجيني يعني انا عمري معرفت انه النواب عندهم دراسات جينية ممكن يأكوها ويقدموها الا في مناقشة الموازن الاخيري كل هذا التنمر على الرئيس عمر رزاز تنمر في غيري موقعي انا كنت متمنى حدا يتنمر عليه بالاقتصاد حدا يتنمر عليه بقراءة الموازنة حدا يقول له يا دكتور عمر بندوة بيروت مثلا قبل 3 سنين 4 سنين حكيت 1-3 عن البنية الاجتماعية عن الاصلاح السياسي عن الاصلاح الاقتصادي اليوم صرت رئيس وزراء اليوم صار لديك القدرة والاداة لتنفيذ مشروعك وينه شو الفرق بين ما كنت تقول في صحيفة الغد في مقالك او في بعض مقالاتك وندواتك واليوم اللي بتحكيه وين التأمين الصحي الشامي اللي كنت تحكي فيه وانت مدير ضمان اليوم صرت رئيس حكومة هذا كله قراءة للموازنة هل لمسنا قراءة للموازنة؟ قال جواب لا اليوم زي بيحين الجوالين كانوا النواب معانا مشاط معانا حرير معانا قماش معانا كعكبان معانا ملبس هاي الدار فيها شوية ولاد بنصيروا نقول معانا ملبسوا معانا كعكبان ومعانا ايمة ومعانا بوزة ومعانا اللي بدك يا هاي الدار فيها نسوان معانا مشاط معانا حرير مش هيك الموازنة تقرأ حرام استثمروا النواب الجلسة الأخيرة من عمر الموازنة لاستعراض عضلاتهم الكلامية وخطابهم للناخبين بغرائزية دونية يعني بغرائزية غير مريحة بغرائزية لا تعبر عن أننا في بلد في عين العاصفة اليوم أزمة القضية الفلسطينية تلقي بظلالها علينا عشان يعني العلقة الجاي بدي أحكي عن مخاطر اللي قاعد بصير فيما يسمى بصفقة القرن أو صفقة القرن هل كان النواب بهذا المستوى؟ هل تحدثوا في موازنة 2020 عن تمتين الاقتصاد الأردني لمواجهة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية وارتدادها على الوطن الأردني؟ للأسف كل اللي سمعناها تحت القبة إلا من راحب ربي عشان ما أظلمش عشر نواب حكوا كلام اقتصادي سياسي محترم ما حدا حكى اقتصاد ما حكى سياسي اقتصادية ما حدا حكى فقه اقتصادي الكل حكى كلام يغازل فيه قاعدة الانتخابية وأعتقد تقييم القاعدة الانتخابية سيروه في الانتخابات القادمة شكرا شكرا